سائلة تسأل أنا امرأة مطلقة وحامل وتقدم إلي رجل للزواج بي هل يجوز لي الزواج أم لا تابعون السلام عليكم ورحمة الله بداية كده قبل من جاوب على السؤال ده بتاع السائلة الخاص بعدة المرأة المطلقة أو المتوفة عنها زوجها إذا كانت حاملا أحب أقول أن يجب على كل رجل ويجب على كل امرأة أن يتعلموا الأحوال الشخصية أو فقه الأسرة سواء كان في بداية عقد الزواج أو في نهايته أو ما بعد عقد الزواج علشان خاطر ما نقعش في المشاكل دي ونتفاجئ بأمور كارثية المرأة إذا مات زوجها أو إذا طلقت وكانت متزوجة يجب عليها ما يسمى بالعدة والعدة هي المدة الزمنية التي تمكث فيها المرأة بلا زواج بعد فرقة من نكاح أو وفاة وهذه العدة واجبة على المرأة أن يتمكث فيها بلا زواج لقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا يعني لا يجوز للمرأة إذا كانت مطلقة أو متوفة زوجها أن تعزم النكاح وتتفق على النكاح والزواج الجديد حتى يبلغ الكتاب أجلا يعني حتى تنتهي العدة من الزواج الأول وهذا الأمر كما قلنا واجب على المرأة وهنا نجيب على سؤال السائلة في عدة المرأة الحامل والمرأة الحامل سواء كانت مطلقة أو سواء كان متوفة عنها زوجها ففي هذه الحالة عدتك وضع الحمل بنقس كده وضع الحمل في كل الأحوال عدة المرأة الحامل هي وضع الحمل لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن واحد حيقول لي بس ربنا ألف القرآن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة يعني إذا مات الزوج وترك زوجته فيجب على الزوجة أن تمكث أربعة أشهر وعشرة بلا زواج أقول لحضرتك ده لو لم تكن حاملا يعني لو كان الزوج مات والزوجة ليست حامل أما لو كانت حامل فعدتها وضع الحمل لحديث سبيع الأسلامية وهو في الصحيحين رضي الله تعالى عنها أنها لما مات زوجها وضعت حملها بعد وفاته بعدة ليالي ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتته في ذلك يعني هل يجوز لي الزواج أم تظل عدة أربعة أشهر وعشرة فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج لأنها قد وضعت الحمل عارف واحد دلوقتي حيقول لي بس إحنا درسنا رأي كده بيقول إن عدة المرأة الحامل هي أبعد الأجالين يعني بنشوف إيه الأكتر وتعمله لو كان الأكتر وضع الحمل يبقى تمكس وضع الحمل لو كان الأكتر أربعة أشهر وعشرة تمكس أربعة أشهر وعشرة وأقول لك أي وضع رأي موجود في الكتب لكن مع لهش دليل فأحنا منلتزم بكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يبقى إذن كده حضرتك حفصت العدة قد إيه؟ تقول ليه لوضع الحمل أقول لك العدة حكمها إيه؟ تقول ليه لواجبة أقول لك لا يجوز لك الزواج في وقت العدة ولا يجوز لك الخطبة ويثبت لك الميراث وابنك الذي سيولد بإذن الله سبحانه وتعالى يكتب بإسم أبي ولا يحل لك أبدا أن تدخلي عليك رجل آخر في فترة العدة حتى لا تختلط الأنساب وبكده أظن حضرتك وكل امرأة عرفت الحكم فيجب عليها الالتزام به والسلام